كما أعلن بيتس أنه تم تعبئة أكثر من 2500 طبيب وممرض في المناطق التي ضربها الزلزال وما زال العمل جاري على قدم وساق لتقديم أنواع الدعم والمساندة للمتضررين كفا تم تعبئة عدد كبير من الأطباء الذي يتجاوز الألف طبيب حدث على القطع ما بين العموب بشراكة مع القطع الخاص وحوالي 1500 ممرض ويتم العمل على التكفل بجميع هؤلاء في ظروف حسنة كما أنه تم تعبئة مختلف المستشفيات الموجودة والقريبة من هذه المناطق ومختلف الآليات وصيارات الإسعاف من أجل تقديم خدمات صحية عاجلة لهؤلاء المصابين وفي المجال التعليمي سيتم تعليق الدراسة في بعض هذه المؤسسات خاصة المؤسسات المناطق المتضررة بشكل كبير على أن يتم إيجاد صياغ لضمان استمرار التعليم في الأيام المقبلة وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من باريس مصطفى توسى الصحفي المغربي أهلا بك على وق الحراءة أولا خلص التعازي في ضحايا هذا أزلزال المدمر حدثني عن جهود أجالية المغربية في فرنسا وهي كبيرة نعم شكرا على هذه التعازي بالفعل الجالية المغربية في فرنسا وفي أوروبا تعيش تحت الصدمة هول الصدمة خصوصا أن غالبية الجالية المتواجدة في الفضاء الأوروبي لها علاقات عائلية جيوغرافية مع المنطقة التي ضربت بالزنزال هذه منطقة سوس ما يعرف بمنطقة سوس وهي معروفة أنها في تاريخ المغرب كانت من بين المناطق التي صدرت بين قوسين اليد العاملة والجالية العاملة في القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأوروبي ذلك هناك ارتباط قوي بين الجالية المغربية المتواجدة في فرنسا وفي أوروبا ومع هذه الأحداث ومن ثم كانت هناك عدة مبادرات وخطوات لمحاولة بلورة سيل من المبادرات التضامنية مع هذه الجالية هناك من فتح حسابات هناك من يحاول أن يبعث بأي شيء يمكن أن يساعد به هذه الساكنة المنكوبة في هذه المنطقة نعم الزلزال ضرب في منطقة مراكش لكن ارتداداته الإنسانية وصلت إلى أيضا قلوب المغاربة المتواجدين في أوروبا طيب يعني كيف تتم عملية الإرسال هل تتم إلى الجهات الحكومية هل تتم بشكل ربما شعبي أكثر يعني إرسال إلى الأهالي أو إلى المعارف كيف يتم تنصيق عمليات إرسال المساعدات وأيضا ماذا عن ربما خدمات الإغاثة الطبية تحدث عن التبرع بالدم نعم لسؤول حد أن كل هذه المبادرات هي في بداية المشوار يعني لحد ساعة ليس هناك أشياء نقلت من فرنسا ومن أوروبا إلى المغرب لحد ساعة إلى العلمي هناك مبادرات تطلق حاليا وتبلور من طرف جمعيات من طرف شخصيات نافذة في هذه الجالية ولكن لحد ساعة لم تبدأ بعد عملية المساعدة الفعلية الكل هنا الكل يريد أن يفتح سنضيق تضامنية أن يحاول أن يقنع هذه الجالية لكي تساهم ماليا بحركة تضامنية تجاه هذه الجالية ولكن لحد ساعة لأن المغرب لحد ساعة لم يفتح أبوابه مئة في المئة للمساعدة الخارجية هناك تريث في قبول هذه المساعدة دعني أتوقف عند هذا التريث سيد توصى دعني أتوقف عند ما تصفه أنت بالتريث المغرب حتى هذه اللحظات المملكة المغربية قبلت بمساعدة من قطر والإمارات العربية المتحدة وأسبانيا والمملكة المتحدة هناك طلبات لم تقبل أو حتى هذه اللحظة لم يعلن القبول فيها من جهة وهناك أيضا ما وصفه البعض من الداخل المغربي بالتأخر في قبول هذه المساعدات ولسيما وأن حجم الكارثة كبير بالفعل لماذا هذا التأخر الذي وصفته للتو بأنه تريث نعم الشرح الرسمي المغربي يقول بأنه لا يمكن قبول كل المساعدات الآتية من الخارج لكي لا نعيش مرة أخرى الكوابيس التنظيمية التي عاشتها تجارب مثل تركيا وهيتي عندما ضربت هذه البلدان بكوارد طبيعية انهالت عليها بطريقة غير منظمة فرق الإنقاذ العالمي وتمت نوع من اللخبة ونوع من الفوضى في هذه البلدان الشيء الذي أثر سلبا على فاعلية هذه المساعدات والعملية الإنقاذية المغربي يقول بأنه يجب أن يتعامل بذكاء منظم أكثر مع هذه الفرق ومع هذه المساعدات لكن في الحالة الفرنسية بالضبط هناك جدل سياسي في بعض الأوساط يربط بين قوسين هذا التريت المغربي في قبول المساعدة الرسمية الفرنسية يعني مساعدة الدولة ربما يربطها برداءة العلاقة حاليا بين السلطات السياسية بين البلدين بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانيون الماكرون لذلك يجب الانتظار وهناك معلومات تقول بأن كل هذه المساعدات سيتم قبولها في آخر المطاف لكن هناك تريت مغربي واضح المعالي شكرا لك ضيفي من باريس سيد مصطفى توسى الصحفي المغربي